أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني أعرب فيه عن تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن بقيادته وتأييد واشنطن لإجراءاته وقراراته حفاظاً على أمن واستقرار الأردن وكان الملك عبدالله الثاني وجه رسالة إلى الأردنيين عقب أيام من اعتقالات شهدتها البلاد طالت مقربين من الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق أكد فيها وأدى الفتنة التي حاولت النيل من استقرار بلاده ومنعتها العاهل الأردني أكد في رسالته بأن الأمير حمزة هو الآن مع عائلته في قصره وبرعاية الملك خرج العاهل الأردني عبدالله بن الحسين يطمئن الأردنيين بأنه تم وأد الفتنة التي أرادت النيل من منعة وطنه واستقراره العاهل الأردني وصف التحديات التي تشهدها المملكة بأنها ليست الأخطر ولكنها الأكثر إيلاماً بالنسبة له كون أحد الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام بمحاولة زعزعة استقرار البلاد هو شقيقه ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي قال إنه سيتم التعامل معه في إطار الأسرة الهاشمية وأنه أوكل هذه المهمة إلى عمه الأمير الحسن بن طلال وأكد أن التحقيق في مجريات القضية والتعامل معها سيكون وفقاً للقانون وبما يصب في مصلحة الوطن وشعبه وفيما لا يزال وسم يحمل اسم أين الأمير حمزة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الثلاثاء قال العاهل الأردني إن حمزة في بيته وضمن أفراد أسرته وأنه تحت رعايته الشخصية ونقل العاهل الأردني التزام الأمير حمزة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصاً لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى وتعهد العاهل الأردني بالثبات على المواقف التي قال إن لها ثمناً وأنه لن يحيد عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل من أجل رفعة شعبه ومن أجل القدس ومقدساتها لنقاش هذا الموضوع معنا من عمال محمد المومني عضو مجلس الأعيان والمتحدث السابق باسم الحكومة الأردنية ومن نيويورك دكتور نصير العمري الأستاذ في جامعة مدينة نيويورك مرحباً بكم يا ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد المومني عندما يتحدث العاهل الأردني عن أن الفتنة تم وائدها وبأنه الآن تجاوز الأردن أخطر مرحلة أي معطى أو أي إشارة في ما ورد في بيان العاهل الأردني اليوم تشير إلى طرف خارجي بعينه يعني مساء الخير أولاً بطبيعة الحال هي الرسالة هدفها الأساسي طمأنت أبناء الشعب الأردني على أن الأمور تحت السيطرة وأن المؤسسات والأجهزة الأمنية تقوم بعملها وأن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار تم وائدها في مهدها وهذا كان ضروري ومهم لأنه يعطي طمأنينة كبيرة للشعب الأردني بطبيعة الحال التحقيقات لا زالت مستمرة البيان الأول للحكومة أشار بوضوح لأياد خارجية محاولة أياد خارجية للتواصل مع بعض الأردنيين لزعزعة الأمن والاستقرار لكن هذا الأمر الآن يخضع للتحقيقات لتبيان تفاصيله تباعا ولدينا في الأردن آخر رقم أنه 16 شخصا تم توقيفهم من أجل أن تبدأ عملية التحقيق معهم والتحقيقات سوف تشير إلى طبيعة العلاقة مع أي قوة خارجية دكتور نصير بما تفسرون احتواء المسألة أولا في هذا الوقت القصير وإعلان العاهل الأردني تجاوز مرحلة محاولة زرع الفتنة تحية لك والمشاهدين في الحقيقة لا يوجد فتنة ولا يوجد مؤامرة خارجية يوجد مؤامرة داخلية والأمير كان واضحا في هذه المؤامرة قال بأن هناك فساد مستشري في الدولة وقال بأن هذا الفساد يأتي من أعلى سلم القيادة في إشارة واضحة إلى الملك نفسه لا يوجد دليل على هذه الفتنة من هي هذه الدول التي تريد أن تزعز على الأردن هل هي السعودية؟ هل هي الإمارات؟ هل هي إسرائيل؟ كل هذه الدول للملك الأردني علاقة طيبة بها هل هي الولايات المتحدة؟ ففي الحقيقة تهم هلامية والهدف هو أن منع هذا الأمير من أن يتكلم عن الفساد ويتكلم عن ترهل الدولة وتراجع الدولة في عهد عبدالله الثاني سيد المومني عندما يقول العاهل أن الخطوات المقبلة ستكون محكومة بمصلحة الوطن ويشير أيضا في خطابه اليوم إلى أن هذه المحاولات لزعزعة استقرار الأردن والسهداف فلسطين والقدس ومقدساتها كأنه وارب عن أن يضع النقاط على الحروف بتسمية طرف بعينه الموضوع ليس مواربة سيدي الموضوع أنه في تحقيقات تجري وقبل أن يتم التوثق معلوماتيا من كل التفاصيل المحيطة بهذا الأمر لا يجوز استباق التحقيق بأي شكل من الأشكال ما يمكن الإشارة له في هذه المرحلة أن الأردن دولة ذات مصداقية دبلوماسية وأمنية عالية الأردن لن يغامر بمصداقيته أمام المجتمع الدولي وأمام الحلفاء والأصدقاء بأنه يكون فيه شيء بهذا الحجم ويكون لا أساس له لكن سيد المومني من يستمع إلى تصريحات الصفدي في مؤتمره الصحفي المشهور كان تقريباً فهو فقط لم يسمي الدولة التي عناها فذهب كثيرون إلى التفسير حتى البعض تسائل عن سر المسارعة السعودية وإرسال الوفد وبأنه ربما يكون تقصد سعودية بهذه الأطراف الخارجية المهم أن نكون على قناعة أنه نعم هناك أيدي خارجية هناك أيدي خارجية حاولت التواصل مع هذه الفئة التي تم اعتقالها وهناك العكس هذه الفئة أنه حاولت هي أن تتواصل مع قوة خارجية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار الآن من هي هذه القوة الخارجية ما هي تفاصيل هذا العمل هذا يترك للتحقيقات ولو كان هناك معلومات في هذه المرحلة لكانت خرجت إلى العالم أو تم التعامل معها بطريقة دبلوماسية الثابت الآن أن هناك أيدي خارجية الغير معروف لهذه اللحظة ما هي طبيعتها وأي اتجاه تذهب وما هي درجة التورط الخارجي في هذا الأمر دكتور نصير هل ينكر أن يكون هناك محاولة لجر ولي العهد السابق الأمير حمزة ومحاولة استغلاله من قبل مجموعة فعلا لديها ارتباطات خارجية والأردن تعرض لحملة ضغط كبيرة في السنوات الأخيرة حتى أنها أنتجت ضغطا اقتصاديا خانقا أدى بالناس إلى الخروج إلى الشارع أنا أستبعد أن الأمير حمزة يتآمر على الهاشميين وعلى تراث والده وعلى أخيه كل هذه ترهات في الحقيقة هذه مسرحية الهدف منها ضرب شعبية هذا الأمير الذي يخاطب الأردنيين بلغة عربية ولهجة أردنية جميلة وواضحة عكس هذا الملك الذي لا يتصل بالشعب بشكل جيد وفي رسالته اليوم كان من الواضح أنه يتكلم عن فتنة ووأد الفتنة ولم يتحدث في الحقيقة عن هموم الشعب الأردني وهذه هي مشكلة هذا النظام أنه اليوم يوجد هوة كبيرة والأمير حمزة قالها في التسريبات قال بتخبيصكم تخبيص هذا الملك هو الذي قاد إلى الفساد واستشراء الفساد وهذا بالتحديد الذي يريد أن يسكته الملك هو لا يريد أن يكون له منافس لا يوجد دول تستهدف الأردن هل مصلحة السعودية استهداف الأردن وهي تعاني من اليمن اليوم هل مصلحة من يعني مصلحة إسرائيل أن تتحول الأردن إلى سوريا وتهاجمها داعش منها هذا الكلام في الحقيقة لا يليق بالشعب الأردني وهذا الإعلام في الأردن في الحقيقة هو إعلام مقيت لا يخاطب الرأي العام الأردني واليوم الناس تسأل أين الأمير حمزة وهذا سؤال مشروع في الحقيقة أين الأمير حمزة هل هو فعلا ألم يجيب عنه العاهل الأردني عندما قال هو في قصره وبين أهله يعني هناك تسريب أخير اليوم يعني الأمير حمزة يكذب كل هذه الرسائل والإدعاءات الأمير حمزة يقول بأنه يعني يخشي على حياته آخر تسجيل له يقول يعني هذه التسجيلات أنا أبثها إذا ممكن لحياتي أن تتعرض للخطر يعني جاستين كيس يعني هذه مشكلة في الحقيقة سيد المومني سيد المومني المسألة يبدو أنها شكلت صفحة فارقة في تاريخ الأردن السياسي المعاصر أو سوف تكون كذلك وفق ما يقول كثيرون هناك معتقلون 16 معتقلا كما أسلفتم قبل قليل من خلال الوضع الراهن يعني الحديث عن تجاوز الفتنة ووأدها في مهدها ما الرسالة الموجهة لهم وهل يفهم من التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية والتعامل مع المعتقلين بمعالجة أمنية حتى البعض وصفها بالحادة أن هناك مستوى متباين ما بين الأمير حمزة وهؤلاء في التورط إن صحت هذه العبارة فيما وصف بهذه المؤامرة يعني شوف في مستويين للتعامل مع هذا الأمر المستوى الأول الذي هو مع سمو الأمير حمزة وجلالة الملك الذي هو كبير الأسرة الحاكمة في الأردن ارتأى أن يكون التعامل مع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الحاكمة وطلب من عمه الأمير الحسن بن طلال وهو صاحب خبرة وحكمة كبيرة وولي عهد سابق بالمناسبة في المملكة الأردنية الهاشمية أن يتعامل مع هذا الأمر ضمن إطار الأسرة الحاكمة وبناء على ذلك كان هناك رسالة موقعة من سمو الأمير حمزة يتحدث فيها أنه يضع نفسه بين يدي جلالة الملك وأنه سوف يكون مخلصا لإرث الآباء والأجداد هذه هي الحقائق المعلنة والبائنة للناس أنا أريد أن أذكرك أخي الكريم وأنتم محطة تبث باللغة العربية وتعلموا الشرق الأوسط الشرق الأوسط مليء بنظريات المؤامرة ومليء بالقصص والفبركات ومليء بالحكايات التي لا تنتهي طبيعة المشكلة التي نحن نتعامل معها معلنة وأشار جلالة الملك اليوم برسالته بوضوح ما هو الأسلوب وما هي الطريقة التي تم التعامل مع الأمير حمزة من خلالها وهي أنه في قصره ومعائلته وبرعاية جلالة الملك وأيضا هناك مسار قانوني للأشخاص الموقوفين والتحقيقات جارية ثم تذهب للإدعاء العام فالقضاء والقضاء هو الذي يقرر ما هي طبيعة الجرم الذي ارتكبوه هذه هي الحقائق الآن إذا ما في حدا ما بده يسمع هذه الحقائق وبده يظل عايش بنظرية المؤامرة المنتشرة والشعبية بالأردن هذا شأنه لكن بالنهاية الحقائق معلنة والحقائق واضحة والأردن أثبت اليوم يتغلب عن هذا الأمر وأشرط محقا في سؤالك أن الحقيقة أمر غير مسبوك نحن من تأسيس الدولة الأردنية قبل مئة عام عام 1921 لم نشهد حدثا كالذي شهدناه على مدى الثلاث أيام الماضية الأردن دولة منفتحة نحن لسنا أفضل ديمقراطية في العالم ولكن حرية التعبير مصانة وكثير من الناس يتحدثون وينتقدون ويقولون ما يشاءون في الشأن العام فلماذا نذهب إلى نظرية المؤامرة ونقول أن كل هذا الذي حدث مسرحية هذا الذي لا يليق بالشعب الأردني نقول هذا الذي يصبح مسرحية نحن يا سيدي آسفة طلت عليك نحن دولة عفوا هل أكمل؟ بإيجاز تفضلوا سيد مومني نحن بإيجاز نحن يا سيدي دولة ذات مصداقية أمنية ودبلوماسية بكرة لما نقعد مع حلفائنا بالولايات المتحدة ولا بالدولة الأوروبية ولا مع شقائنا العرب بدنا نشاركهم المعلومات وبدنا نشاركهم شو طبيعة الخطر اللي كان وما هي المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار نحن دولة لا تفبرك شيء بهذا الحجم ولا تعمل مسرحيات من هذا النوع وصلت الفكرة دكتور نصير لو لم يكن هناك حد من الشفافية لما كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي يخرج ويستقبل الأسئلة من الصحفيين كسهام ويجيب عنها ولما كانت البيانات توالت في فترة وجيزة تقريبا كل التفاصيل باتت معروفة لدى الكل وأعلن عنها من قبل الجهات الحكومية وبدت وهي تقول وتكرر كما يقول الضيف سيد المومني بأنها ليس لديها ما تخفيه معدأ أهم تفصيل وهو من هي هذه الجهات الخارجية الأمير نفسه في تسجيلاته يقول بأنه هاشمي وأنه ينتقد الفساد وأنه طلب منه أن لا يتكلم عن الفساد ويخفي هذه المعلومات ويعني ضيفكم الكريم يقول هناك حرية رأي لا لا يوجد حرية رأي هناك قانون الجرائم الإلكترونية وهذا الأردنيون يدخلون السجن بمجرد أن ينتقدوا الملك أو زوجته أو أنسبائهم من وغيرهم من الفاسدين فلا يوجد حرية تعبير في الأردن أنا شخصيا أتاني اليوم من المخابرات الأردنية ما يشبه التنبيه والتهديد فهذه الأكاذيب في الحقيقة لا تنطلي على أحد وخطاب الملك اليوم للأسف كان باهتا وخالي من الحقائق كيف تعتقل الأمير حمزة إذا لم تتم التحقيقات هذا شيء غريب دكتور نصير الأمير حمزة وقع على أنه يضع نفسه بين يدي الملك ولكن يقول ضيفكم الكريم بأن التحقيقات ما زالت مستمرة وليست كذلك كناك معتقلون على ذمة هذه التحقيقات دكتور نصير ولا نعلم من هي هذه الدول ومن هذه الجهات حتى تكتمل التحقيقات يحول المعتقلون أو المشتبه بهم إلى القضاء ثم يحقق معهم ثم ساعتها تثبت عليه من تهم أو يبرأ ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة أن هذا الأمير يقال بأن انتهى الموضوع إذن لا يوجد تحقيق عندما يخرج الديوان الملكي ويقول انتهى الموضوع وعاد الأمير إلى الهاشميين وأن حلت المشكلة إذن هذا يكذب ما يقول الضيف من أن هناك تحقيقات وإلا كيف تم تجاوز هذه القضية إذا كان هناك تحقيقات فهذا في الحقيقة هو جزء من هذه الرواية الباردة وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك من نيويورك دكتور نصير العمري الأستاذ في جامعة مدينة نيويورك ومن عمال محمد المومني عضو مجلس الأعيان المتحدث السابق باسم الحكومة الأردنية شكرا جزيلا لكما